الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكا من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلا بتعاد فكيف كان عذابي ونذر إن نجي الرحمن بالغيب وجاء بقلب قالها ربي جل جلاله سبحانه وأعظم الكلام وأقوى الكلام وألد الكلام وأثقل الكلام كلام ربي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كلام ثقيل كبير يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يقول الله الجبل هذا من خشوعا ينتفض ويتزلزل حتى ترى لرأيته خاشعا بس لا متصدعا ما عاد حتى يملك أنه يتمالك نفسه لا متصدعا من خشية الله شوف الكلام الكبير اللي بعدها وتلك الأمثال نضربها ليش للجبال الكلام حين عن الجبال لا وتلك الأمثال نضربها للناس ليه لعلهم يتفكرون يجلس يفكر في نفسه جبل ينتفضه أنا عشت ومت مع عمري انتفضت في هذا القرآن مع عمري حزلزلني من داخل هذا القرآن أثر في نفوس البشر حتى النصارى وقد أخبر الله عز وجل عن القساوسة الذين استمعوا كلامه بإيمان بأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وأداة الوصول لهذا القرآن هو القلب عشان كذا إذا كنت تقرأ القرآن وما تحسب شيء في مشكلة حبيبي لازم نعالجها لأن الله عز وجل يقول عن سبب إنزال هذا الكتاب قال كتاب أنزلناه إليك مبارك كان واحد سأل قال ليش ليش يا ربي أنزل هذا الكتاب مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا سبحان الله ما قال ليقرأوا نحن هذا حصل عندنا ناجحين مليون في المئة ليقرأوا ما قال ليسمعوا ليحفظوا ناجحين قال كلمة نحتاج ننجح فيها أحبة الفضل أقال ليندبروا صفحاته يعني كل صفحة يطلع منها بشيء نفع قلبه لا ليندبروا أجزاءه لا ليندبروا آياته سبحانك يا رب كل آية يعني مفروض نحس فيها كل آية أي والله هذا المفروض ولأجله هذا نزل إذا كان واقع وواقعك حبيبي ما يوافق هذا المفروض إذن فيه مشكلة لازم نحلها قبل لا ننتخل لها الأرض إذن ما عاد عندنا يعني أن فرصة التلدث بهذا القرآن هي فوق الأرض اللي نفيها الحين إذا ملتنا خلاص ما عادت تلدث بقرآن قال الله ليندبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحانك فيش علاقة أني أدبر وبعدين يتغير فكري إيه والله يوم تقرأ القرآن هذا بقلبك تتغير عندك أفكار كثيرة تنظر للأمور اللي ترجي العالم وتهز العالم ما تهزك تنظر الأشياء والله بنظرة مختلفة تماما ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر